السلام عليكم النهاردة نتكلم عن موبايل جديد شركة انفينيكس اعلنت عنه موبايل انفينيكس هوت خمسين الموبايل اللي بيجي بمواصفات ممتازة جدا وصاد الفئة السعرية بتاعته اللي هو يعني في الفئة الاقتصادية ولكن المعالج اللي فيه بيقول ان الموبايل دوت اساسا المفروض ما يكونش في الفئة الاقتصادية كان المفروض يكون في بداية الفئة المتوسطة بالإمكانيات ديت ولكن سعره بالفئة الاقتصادية فركز معايا عشان الموبايل دوت هيعجبك اول حاجة نبدأ بيها هي الهيكل طول الموبايل دوت 165 ملي وبعارت 77 ملي وبصمك 8 ملي والوزن عمل حوالي 188 جرام وبدعم تركيب شرحة نتصال مع دعم شباكات 5G والظهر بتاعه بيجي مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك وبيجي مع معمارية IP54 يعني مقاوم الأتربة ورزاز الماء فقط وبنسبة للبصمة فالبصمة بتاعته بتيجي في زر الطاقة أما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع IPS بمساحة 6.7 بوصة مع نسبة استحابات بتوصل ل85% وبدقة 720 في 1600 بيكسل وبأبعاد 20 إلى 9 وما كسافة بيكسلات 262 بيكسل لكل بوصة وبتيجي بتردد 120 هرتز وده يتكل حاجة عن الشاشة ولكن ينقصها بعض الأشياء زي مثلا نعرف قوة تقيته تحت الشمس عامل ازاي وكمان المفروض تدعم تقنية الـ HDR وطبقة حماية تيجي عليها ولكن الموبايل دوت زي ما قلنا بيركز على الأداء مش الشاشة أما بقى بالنسبة للراموز وقرا فالموبايل دوت بيجيب نسختين الأولى 128 جيجا مع 4 جيجا رام والتانية 128 جيجا مع 8 جيجا رام من نوع UFS 2.2 وبيدعم تركيب مامريكارد لكن هتضطر تستغنى عن شريحة من شرحتان اتصال أما بقى بالنسبة لنظام التشغيل والأداء فالموبايل دوت بيجي نظام تشغيل أندرويد 14 ومع معالج سناب دراجون 6300 بمعمارية 6 نانو وبيجيب 8 أنوية بالترادد بيوصل لـ 2.4 من 10 جيجا هيرتز بمعالج رسومي مالي G57 MC2 ودوت معالج ممتاز جدا حرفيا بالفئة الموجود فيها من ناحية السعر يعتبر أفضل وأقوى معالج في السعر هنقوله في نهاية الفيديو أما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل دوت بيجيب 2 كاميرا خلفية الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل ودية الكاميرا الرئيسية والكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل فتحت عدسة F204 ودية كاميرا للعمق وفي عدسة ثالثة ولكن مش كاميرا دي حاجة مساعدة للكاميرات مش أخطر من كده وبيجي معهم فلاش رده مزدوج ويقدر يصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 60 فريم أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 8 ميجا بيكسل وبيجي معه فلاش LED وتقدر تصور فيديو بدقة HD بسرعة 30 فريم وبنسبة بقى تقنيات فالموبايل دوات في واي فاي وبلتوث من إصدار 5.4 وممكن جي بي اس لكن ما فيوش الـ NFC ولا الرادي ولا الـ IR وبنسبة للبطارية فبتيجي بسعة 5000 ميلي أمبير بسرعة شحنة 18 وط مع شحنة من نوع Type-C2 بدعم كمان خاصية الأوتو جي يعني بطارية حجمها كويس مع سرعة شحنة تعتبر بطيقة وكتشحل الموبايل في ساعة أو ساعة ونص بس مقارنة بالسعر حاجة مش وحشة حاجة مقبولة وصوات إمكانات المعالج أما بقى بالنسبة للألوان فالموبايل دوات بيجي بأربع ألوان الأزرق والأسود والأخضر والبنفسجي ومن ناحة السعر فالموبايل دوات اتعلن عنه بالسعر 125 دولار يعني حوالي 6000 جنيه مصري و470 ريال سعودي و16500 دينار جزائري و163500 دينار عراقي وكده أنا خلصت كل حاجة عن موبايل وبنسبة رأيي فيه أنا شايف أنا كويس أصد السعر بتاعه من ناحة إمكانات المعالج لها أفضل حاجة فيه وحجم البطارية ولكن من ناحة الكاميرات والشاشة وسرعة الشحن فهم مش قد كده وطبع في الفئة ديت صعب تاخد كل حاجة متكملة فلو أنت أهم حاجة بالنسبة لك أداء المعالج فالموبايل دوت مناسب جدا في الفئة ديت وطبع لك تحتفل تعليقات مهمة قوي بس تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير والسلام عليكم